كان الاقتصادي الكبير طلعت حرب يثق ثقة عمياء بالشاب أحمد سالم وأسند إليه عدة مناصب كبيرة في شركات بنك مصر رغم صغر سنه وقفز به فوق رؤوس كبار الموظفين وأصبح أحمد صاحب أكبر مرتب وصل إليه رجل أعمال في مصر وفشلت كل محاولات أصدقاء طلعت حرب في زعزعة أحمد سالم عن العرش الذي يجلس عليه ولم يصدق التقارير التي كتبت ضده ولا المستندات التي كانت تدينه وتنال منه وفي يوم كان طلعت مريضا في بيته فذهب أحمد يستفسر عن صحته فقال له أرجوك يا أحمد أن تحضر معك صباح الغد طبق فول من محل التابعي كان محل التابعي أشهر محل في هذا الخصوص وذهب أحمد إلى عمله ثم سهر مع أصدقائه وفي الصباح ذهب إلى طلعت وناسي طبق الفول فوجئ أحمد بطلعة حرب يسأله هل نسيت الفول فاضطر أحمد أن يكذب عليه وادعى أنه ذهب إلى المحل فوجده مغلقا لوفاة شقيق التابعي وبعد انصراف أحمد استقل طلعت حرب سيارته وذهب إلى محل التابعي ووجده مفتوحا فجلس إلى إحدى الموائد ثم استدعى التابعي صاحب المحل فقال له البقاء لله دهش التابعي فسأله طلعت ألم يمت شقيقك فقال التابعي لا فسأله طلعت هل تأخرت في فتح المحل أمس فقال التابعي فتحت المحل بعد صلاة الفجر كعادة كل يوم اتجه طلعت حرب إلى مكتبه في بنك مصر وأصدر قرارا بفصل أحمد سالم من جميع مناصبه وبسؤال طلعت حرب هل يساوي طبق الفول كل هذا العقاب الصارم فقال إن الرجل الذي يكذب في طبق فول سيكذب في مليون جنيه إن هذه وظائف ثقة ومدام قد فقد ثقتي فهو لا يصلح للعمل معي فالكذب هو رأس الخطايا وبدايتها وقد قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير منذ فترة أذيعت في كوريا حلقة من البرنامج المشهور ستار كينغ وهو برنامج للموهوبين من جميع أنحاء العالم وقد استضاف البرنامج ضيفا من هونغ كونغ موهبته الغناء وبعد أن غنى قام بخلع ملابسه ليفاجأ الجمهور بارتدائه ملابس عربية تحتها الثوب والعقال ويمسك ببندقية بلاستيكية ويوجهها إلى مذيع البرنامج ممثلا بذلك رجلا مسلما يحاول القتل لإضحاك الجمهور فماذا حدث؟ هل ظل بث البرنامج حتى انتهائه؟ هل ضحك أحد وصفق لمهارات الرجل؟ لا إن ما حدث بعد ظهور الرجل بالبرنامج هو قطع بث القناة بأكملها من الأقمار الصناعية وبعد سبع دقائق ظهر وزير الإعلام الكوري بنفسه يعتذر للمسلمين كافة عن هذا الخطأ وألقى باللوم على ثقافة الضيف القليلة تجاه الديانة الإسلامية واستطاع الوزير في دقائق أن يعقد اجتماعا طارئا ويسن القوانين ويضع العقوبات اللازمة لحل هذه المشكلة الكبيرة في رأيه ثم اتخذت عقوبات موجهة بحزم ومنها إيقاف البرنامج من البث لمدة شهرين وإيقاف القناة لمدة ثلاثة أيام وترحيل الضيف بعد حبسه ليومين ثم بثت القناة رسالة اعتذار طوال الثلاثة أيام ووضعت نسخة على موقعها الإلكتروني مكتوب فيها نحن نعتذر عما صورناه عن الحضارة الإسلامية لقد فعلوا كل هذه الأشياء لمجرد لقطة من الضيف وليست بقصد من البرنامج بينما هناك الكثير من المسلسلات العربية والإسلامية التي تسخر من المسلمين أنفسهم والمسلمون يضحكون على أنفسهم ويسخرون من أنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أصيب والد أشرف بسرطان الدم أبكي من الكيماوي إن ألمي لا تتحمله الجبال لقد ظلمت شريكي في تجارة كبيرة وكان له النصف ومن طيبته ترك لي الإدارة ولأن لي عقل إبليس أخرجته من التجارة بدون جنيه واحد ولم أرحمه ولم أشفق على زوجته وأولاده الثلاثة وهم يغادرون بيتهم بعدما باعه بسبب سرقة له ولم يقل لي شريكي وهو يبكي سوى جملة واحدة سأنتظرك أمام الله ولكن للأسف لم أهتز لكلامه لأن الدنيا كانت قد ضحكت لي لدرجة أنني صدقت أن هذا مالي وكبر أولادي وعاشوا في نعيم وقاموا بإدارة شركتي ثم استولوا عليها وألقوا بي في الشارع فأخبرتهم بشريكي ليردوا له ماله فقالوا لي سدد له يوم القيامة عندما تلتقي به عندها سألت عن شريكي في كل مكان حتى عرفت مكانه ووجدت أبناءه ما شاء الله مناصب وأموال وعلمت منهم أن والدهم مات بسبب ظلمي له وعندما طلبت منهم يسامحونني قالوا والله لو دخول الجنة متوقف على حسنة منا لن نعطيها لك ثم أتى بأولادي إلى هنا منذ عام ولم أرهم حتى الآن وكلما أغمضت عيني أجد شريكي أمامي يقول لي لم يتبق سوى القليل لأحصل على حقي منك فأنهض مفزوعة منذ مجيئي إلى هنا وأنا أرى مكاني في جهنم حزن أشرف كثيرا وبعد وفاة والده بشهر ذهب إلى المستشفى يسأل عن الرجل فعلم بوفاته ولم يكن أحد معه فتعجب وقال لقد ظل هذا الرجل الظالم في نعيم وتوفيق وصحة ومال وأولاد ونجاح دنيوي وهذا يخدع الكثير من الناس بأنهم على حق وقد نسوا قول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين اشتركوا في القناة